والسؤال دايما المتكرر من أحبائنا المسلمين أنه طيب يعني الله ما عندهش طريقة تانية وهو الله قادر على كل شيء كن فيكون ليه ما يغفر يعني بهذه الطريقة لازم أنه يرسل ابنه يسوع المسيح حتى يموت هذه الموت الشنيعة حتى يكفر عن الخطيم ألا توجد طريقة أخرى الله لو ما فيش انتجام وتوافق مع اثفاته ما يبقاش الله وضح هاي الفكرة بمعنى لو غفر الخطايا فقط لأنه رحيم طيب أين العدل ولو هو محب فأين البر والقذاثة فلابد للعدل أن يتخذ مجرى هل الله ينحي عدله جانبا ويقول للإنسان مغفورة لك خطاياك ادخل إلى جنتي لا يمكن أن الله ينحي عدله جانبا طيب هل ينحي محبته جانبا ويقول للإنسان أنت أخطأت وخطيتك غير محدودة لأنها ضدي أنا وأنا غير محدود اذهب إلى النار الأبدية أين محبته طيب كيف نرى تلاقي الرحمة مع الحق في صليب المسيح الرحمة والحق التقيا البر والسلام تلاثمه فهي دي الطريقة عايز أقول لك على حاجة كمان المحاكمة الأرضية وهي عدالة منقوصة بترفض فكرة أنك تعمل حاجة حلوة علشان تدفع ثمن جريمتك ثمن جريمتك تدفعه عقوبة فلو واحد مثلا متهور في قيادته للعربية تحت تأثير مخدرات أتى الواحد مهما قال لهم هدف عدية طب أنا هاربي عياله طب أنا هعلمهم أحسن تعليم طب أنا هابني ملجأ طب أنا هعمل ما ينفعش تعمل حاجة لازم تاخد العقوبة فالمحاكمة الأرضية مش بتقبل فكرة أنه الرحمة تلاشي العدل فهل الله كلي القداثة ينفع يعمل كذا؟ طبعا يعني خليني أخدها كمان بشكل تاني أنه لو حد قتل شخص وفردا عائلة هذا الشخص قالت أوكي خلاص إحنا نسمحين بس برضو الحكومة الحكومة راح تقول أوكي أنت سمحته بس في قوانين نعم أنت كسرت قانون الحكومة فالحكومة لازم تخدق تجاوبت الثرعة المقررة قدت على سيارتك تحت تأثير مخدرات كل ده لوح عقوبة حتى لو أهل المصاب سمحوا موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة